في كردستان العراق تترقب طبقة سياسية نتائج مفاوضات يجريها الوفد الكردي في بغداد للتوصل إلى اتفاق اتفاق يضمن تحقيق شروط الكرد لمنح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ثقة الكتل الكردستانية داخل البرلمان إلى جانب الكتل السنية والشيعية الا ان نتائج جولة الاولى من المفاوضات لا تحمل اي مؤشرات ان تتمخض الساعات التي تسبق الاثنين القادم عن اتفاق يلبي تطلعات الكرد استعجال السيد علاوي بتشكيل الحكومة لن يخدم لا حكومته ولا العملية السياسية العراقية ولا استقرار العراق بحكومة تمثل كل اطياف الشعب العراقي المفاوضات الاولى بين الجانبين الكردستاني وعلاوي نعم لم تنتج عن اي نتيجة ولكن ايضا هناك جولة اخرى من المباحثات والمفاوضات لا يرفضها اقليم كردستان ولكن لا توجد اي تنازلات عن المطالب الدستورية لاقليم كردستان وتتمسك القوى الكردستانية في الاقليم باشراك مرشحيهم في التشكيلة الوزرية كما تطالب بضمانات حول قضايا تتعلق بالاتفاق النفطي وحصة الاقليم من الموازنة المالية العامة لكن علاوي قابل ذلك بالتعامل مع الاقليم كمحافظات نافيا وضع الاقليم شبه المستقل عن العراق استبشرنا خيرا بان يخرج العراق بمرشح رئيس وزراء حتى تبدأ التفاوضات بين المكونات الاساسية السياسية والمكونات الاخرى في العراق حتى تصل الى حكومة او فريق يستطيع تنفيذ مطالب المتظاهرين ولكن هناك تأويلات يمينا ويسارا بان نتذهب الى حكومة مستقلة ولكن نحن في اقليم كردستان ليس لدينا هذا الرأي نريد ان توضح لنا ما هي كلمة المستقل وهل لا يوجد في اقليم كردستان شخصيات مستقلة تستطيع الدخول في هذا الفريق وكانت رئاسة اقليم كردستان العراق عقدت الاسبوع الماضي اجتماعا مشتركا للقوى الكردستانية بهدف توحيد الموقف الكردي من آليات تشكيل الحكومة في خطوة نحو توحيد موقف الكتل الكردستانية داخل البرلمان العراقي تؤكد القوى الكردستانية ان فشر المرحلة الاولى من المفاوضات لا يعني نهايتها فيما يواصل وفد تفاوضي في بغداد مباحثاته للحصول على افضل تمثيل سياسي في حكومة علاوي صحيب الفهداوي الغد اربيل